السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع بعد كده بقى هنشوف احداث الحلقة الرابعة من مسلسل ما وراء الطبيعة بيبتدي كده الكاميرا تيجي على الدكتور رفعت وهو بيجيب يعني صور عن مرض التعون وبيفرجها للطلبة وبعدين بيقول لهم المرض ده كان منتشر جدا ما هو التلت سكان البلد وكان في اعتقاد كده زمان ان اللي يسلم او ياخد واحد بالحضن سليم يديله المرض اللي عنده وطبعا ده اللي خلى المرض انتشر بس كده لقى كله مش مهتم قالك لو انا غيرت الموضوع مش هيعرفوا ولقاهم نايمين ومش مهتمين فبيحطوا الكتب كده وبيقفل الدار فبان من الازاز اللي عليها شراز فبص انتبه جامد كده فملقهاش لما تلفت وبعدين بتدخل عليه ماجي وبتقول له انت سيبت هواي ده ليه انت بعد كل اللي انت عملته ده عشانها رايح تسيبها قال له وانت وانا سألتك انت تطلقت ليه قالت له ما تسألتنيش علشان انت جبان عمرك ما قلت اللي جواك وما بتحاولش ان انت تتقرب من حد فقال لها احسن انا جبان بس مش عاوز اقذي اي حد يتقرب مني وبعدين جاله تليفون وبعدين رد عليه فمش سامع كويس وبعدين عمال يقول قاله 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 فامرتقه بقى بتقول له الحقت على البلد بسرعة فبص على الكرت كده وقام قيل لها الكرت اللي هو الدهولي قال لي هتفقد حد عزيز عليه فنزلوا البلد بقى فالكاميرا بتيجي كده على صورة هويدا وهي قاعدة بتبص للدبلة وقاعدة عن ضغطه رئيفة فهي عمالة توصيها على الولاد بقى وهينزلوا البلد علشان رفعة قال لها تعالي معي وهتقعد بقى هويدا معي فجزها جاء قال لها انا مش لاقي الغيارات بتاعتي جوه ادخلي دوريلي عليها فجاي بقى يتكلم مع هويدا ويقول لها مثلا ايه رفعة كان بيحبك وانتي تعبانة وعمل يدور عليكي فاخته بقى بتيجي كده مسكل ملابس الداخلية بتاعته وبتورها له وتقول له ده اسمه ايه بقى فكثفيته طبعا قدام هويدا فبيجي الكاميرا على صورة بيت الخضراوي وهو الناس بترمم فيه وهو جاي بالعربية كده نزل للبلد فبتقول له ايه رفعة هو ده البيت اللي كنت بتلعبه فيه وانتوا صغيرين قال لها ايوة وسأل بقى بيعمله فيه ايه قال له فيه حد اشتريه وبعدين ده بيت اخوه بقى هو وصل لقى مامته كويسة ما فيهاش اي حاجة وبعدين مرات اخوه بتبصله كده وبتقول له لقى مش مامتك المرادي ده اخوك يا رفعة اخوك رضا اه ان الده نداهته فقال لها يعني ايه فقالت له هو قاعد كده ولا حاسس بالدنيا اللي حواليه وبيتشنك وبيعمل حاجات غريبة جدا طبعا استغرب وروح عنده كده فبيقول له بقى هو شرب حاجة اتعاطى حاجة قالت له هو مين اللي يتعاطى يا دكتور فطبعا هو عارف اخوه وراحت شوية ايه ويدرب راسه في الحيطة في الحيطة في الحيطة فهو طبعا مسكه اهوا ومسك دماغه ومش طيقها فام رفعة مسكه بقى وحطه على السرير وربطه بقى بحباله علشان ما يقزيش نفسه لغاية ما يشوف له حاله وبعدين خاد الكشاف وبيكلم بقى ميجي وبيقول لها نلازم اروح اشوف حال فروح للوحدة الصحية فالدكتور ده فتح له وبعدين بيقول له دكتور رفعة اهلا اهلا ده فرصة سعيدة جدا انت كنت الدكتور بتاعي في الكلية وبعدين قال له انا سعيد جدا بوجودك ومش مصدق نفسي وكده فالدكتور رفعت عمله له طيب بس انا عايز كده يقول له عشان اخوك ان هي نداها نداهته قال له ايه ده هو انا في الوحدة الصحية ولا فين بالظبط نداهت ايه قال له استنى بس تشوف الدفتر ده كل الناس دي اللي اختفت ودي صورها اللي كانت في البطاقة بقى ساميها بكل حاجة بس الناس الاولانية هي اللي مش لقين لها صور فقعد يقرى فلاقى تيسير صلاح الطوخي 18 سنة وبعدين هم راجعين بقى على البيت وكده اما لقين بقى الهيصة والزيتة دي فلاقى في دجال جوه كده شيخ فبيزعق له اهوا وبيقول له مش عاوز اشوف ويشك هنا تاني انا ميدخلش بيتي دجالين قاله لازم الحلل اخوك السيخ المحمي اللي سيتحط في سرسور ودنه وقام طردهم فطبعا دخل عنده ويسحبوا عيين الدم اهو علشان يودوها المختبر بقى اللي هو المعمل ويحللوها يعني يشوفوا ايه اللي في دمه او ايه اللي عامل كده فده لأخته وقام قيل لها تروحي القاهرة تاني وتروحي للدكتور قريبه صاحبه وقال له ايه حلالها هنا فرجت ميجي عليه بقى وهي لابسة الجلبية الفلاحي وبتقول له ايه رأيك وهو دماغه مجغولة وعمال يقول انا لازم الاقي حل وكده فهي عمالة تقول له انت مش شاف اللي بيحصل لنا ده كتير فبيقول لها يعني انا منحوز فالله لازم اوصل للحل فاخد بقى الدكتور وراح بقى طلع في الضرة كده عمالين يدخلوا بالكشفات كان ميجي والدكتور وهي فعمال يقول لدي مش دي المنطقة بقى اللي هما بيقولوا بتندهي الناس فيها ده احنا قاعدين لغاية ما نشوف فقام جاي بقى كده هو الوحيد اللي سمع حد بهنا بيقول له يا رفعت يا رفعت اهي شوف هو وقفة قدامه اهيا فهما كلهم جريو 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 فما لقاهوش حواليهم هو طبعا انجازه بناحية الصوت اللي بينادي عليه وبعدين اه ام جاي الدكتور من وراه كده دربوا بحقنا برقابته علشان اه انه هو يعني خلاص ان الده هتنده هو كمان فهو حماية يعني وجابه وربطه على كرسي كده وهو شايفين بقى عمال يعمل اشكال اللي انتم شايفينها دي كده ومتعصب جدا وطبعا اخوه مربوط قدامه فامرات اخوه بتقول له جبتك يا عبد المعين تعاليني اه لقيتك عايز فلقيت الاثنين بقى ان هما خلاص هيضيعوا زي بعض فراحت عمالة النار وسخنة السيخة هوا جدا علشان تروح تحطه في ودنه فطبعا رفعت عمال بقى عاوز يحمي اخوه وكان فاق بقى من الحقنة كانت اللي حصل له ده تأثير الحقنة بس لكن ما حصلوش ده يخوت فام مسكها كده ام فاكك ايده وام مسكها وحطتها على الكرسي وبيقول لها اعمل سيخ واقع وقال لها اديني بس تسواني اروح بس احل المشكلة دي وهعرف لك السبب ايه وهرجع لك تاني متعمليش اي حاجة وام رابطها فهي عملت عايز عشان عايزة تنقص يعني هي فت ما خنيها تنقص جزها يعني تسمع كلام الدجال ده فاسبها بقى فالكاميرا بتتنقل هنا على هوايدا وهي بتكلمتها وبتدور عليه وبتكلمه وبعدين بيقول لها انت شفتي اللي انا شفته اما تقلت له شفت ايه قال لها شفتي العفريتة اللي طلعت لنا وكده فعملت قوله لا ما تخافشي ما فيش حاجة انت بيطيق لك وعدت بقى تتحك معي بتيجي بقى صورة الوحدة الصحية بتاعة البلد اللي فيها الدكتور وبتروح له بقى بتقول له عايزين ندور بقى على اي دواء ينفعه فقالت له انا عايزة اشرب شاي فبعدين استغرب كده علشان هي عايزة تدور في الدفاتر وتشوف الدفتر اللي هو فيه الضحايا فهو جاء كده كان بيعمل لها بقى شاي وهي عملت دور بسرعة 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 هي طبعا مش عارفة تلاقي اي حاجة خالص فهو جاشفها كده بيقول لها انت بتعملي ايه فتخضط ففي نفس اللحظة دي التليفون ران فطبعا بيبصوا البعض يعني سايبين ويران فهي قامت مسكة التليفون فلقاتها رئيفة بتتصل عشان تقول نتيجة التحليل كويسة بس التقرير لسه عليه شوية هجيبه ونجاية فبتقول لها طيب يا رئيفة فيه خبر وحش وقالت لها بقى على رفعة انه هو حصل له كده يعني فعرفتها بقى اللي حصل وقامت جايبه قالت له ايه انا عاوزة اشوف الدفتر الضحايا اللي عندك طبعا بقى هو ايدا رحت البلد فدخلت كده البيت لقيت مرات اخوه واخوه مربوط كده المنظر مش ضريف فطبعا فكتها فلاقينا حاجة غريبة جدا بتحصل لمرات اخوه وبتتحول وقامت جاية كوة عزمة مسكاية كده ايطارت في الهوى وضربت في الحيطة ووقعت على الارض فطبعا هو ايدا بزوصها شايفين دايما تكون روح بتطلع منها فلما وقعت بقى على الارض هو ايدا جريت عليها اهي وقع اهيا وبتفوق فيها بقى في نفس الوقت ده رضا مربوط ما مفيش في ايده حاجة بيبص كده شايفين في المراية شرازة هي وقفة فهتقوم شراز طبعا هنا هو ايدا بتتفوق مرات اخوه هي مش راضية تسحى خالص وبعدين بيتلفت رفعت كده اه لا رضا لقى شراز وقفة جنبه هي طبعا هتفكله ايدا وهتاخده معاها اه ازاي مش عارفة اللقطة جات ان السرير فاضي في نفس اللحظة دي هي طبعا انتوا عارفين من اول الحلقات ان شراز بتدل رفعت على الطريق الصحيح فرفعت بقى لما هرب من مراية اخوه راح ده الدجال اللي كان عنده فبيمسكه كده واخد معاها اه بلطة كده زي الفاس كده في ايده وبيهددوا بيها وبيقولوا اه قولي انت نصاب انت والبنت اللي معاك اللي بتخليها تنده انت اللي مشغلها قال له انت متجرقت وجيت بيتي اماسك المسدسة هوا وحطه في ظهره كده فرفعت طبعا رامل بلطة اللي في ايده دي وبصله كده وقام قيل له اه لا انتوا اللي بتعمله كده طيب انت ما تتوعهوش وانا هساعدك قام قيل له البنت دي خارصة هي اللي بتنادي ازاي وقام مسك بقها كده زي ما انتوا شايفين فقامت البنت جايبة عصاية كبيرة وخبط ابوها على راسه فوقع فرفعت زي ما انتوا شايفين متفاجئ كده وقامت واخداء وقاموا داخلين الحتة اللي بيحطوا فيها المواشي فلاقى راجل مربوط من رقابته كده وقاعد هدومه وحشة جدا فبعدين بيقول لها ايه ده ومين ده فهي طبعا ما بتتكلمش قامت جاية مسك ايده كده وزي ما تكون قرسيت على العقل كده بحديد او حاجة فزي ما تكون صبعه وطأ كده فقام جاي مسرخ وقام قال له هقول هقول انا اللي اختصبت بنت الدجال ده من زمان قبل كده فوراحت تعايت لباباها هوا هي دي اختها التوقم فابوها قاعد كده معاها شوية وبعدين قام جايب داخل جايب سكينة وضربها ببطنها كام طعنة فالبنت بتصوت بتصوت في اللحظة دي اختها كانت بتبص من الباب فشافت المنظر ده فخافت ورجعت لورا كده وقاعدت على السرير وقاعدت تعيض اه طبعا شافت باباها وهو بيقتل اختها فالكاميرا جات على الاختها وهي عمالة تجري خرجت من البيت بتجري على اخرها طبعا ومسكة بطنها اه باباها بيبص وراه كده فراح يبص بقا عليها كده وهي جريت بقا في الاراضي الزراعية ومسكة بطنها بقا وعملت ترخ وعملت ترخ على الناس عشان يلحقوها محدش رد عليها خالص فدنتها تجري 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 شايفين او من منظر لمنظر اه مشيت مسافة كبيرة جدا لغاية ما راحت عند الترعة او النهر او الحتة اللي عندهم دي فباباها جاء من وراها كده وقام مكمل عليها ودبحها فرفعت بقا جاي عليه الكاميرا وهو واقف بالكلوب كده وقام قالح يدومه وقالع الجلبية وهو ايقن ان البنت جثتها مرمية جوه النهر ده فنزل جوه المية وبقا يعوم لغاية القاعة تحت اهو طبعا احنا كلنا ما كناش فاهمين هو نازل المية يعمل ايه بس فجأة كده وهو نازل المية احنا ورانا يعني الكاميرا وراتنا الجثة بتاعتها وهي تحت القاعة فهو حاب ان هو يجيب بيطلع الجثة دي عشان يدفنها عشان يريحها يعني ويبالها مكان والحكاية دي تنتهي الجثة شايفين هيك العظمي جوه الجلبية البيضة دي شراس بقا كانت رمض اخو رضا اخو رفعت اهوان فهو عمال يشد في رفعت علشان ما يطلعش بالجثة وطبعا انتعارفين ان هو مغيب فعمال يشد في رفعت علشان ينزل بيه للقاعة فرفعت حاس ان هو هيموته فقام زي رضا وقام طالع بالجثة قال لك انا ها انجد البلد كلها كده كده اخويا ايه خلاص ضاع فطالع بالجثة هوان طبعا كان بلغ البلد كلها قبل ما ينزل المية فكله جاله ومرات اخوه بتقوله فين رضا فين رضا هو طبعا في الزهول وبس طلع الجثة وبعدين بقى عمله عزل اخوه طبعا اخوه ما طلعش لانه خلاص بقى واع في القاعة وما طلعش طبعا مراته عملت عيط واخته اهيا وهو بقى مصدوم يعني هو ببصه من بعد ما عمل كده مفيش ولا كلمة قالت جوه الفترة دي بعدين شاف مامتو كده وبعدين سلم عليها مامتو مبتنطقش يوصيها ويقول لها انا اللي انتو عايزينه انا هعمله لكو وكده واخته طعبانة يعني الحالة صعبة جدا علشان رضا هو روح قاعد بقى جنب القبر بتاعه فعلا زعلان يعني بيقول له انا معملتش انا معرفتش ايه ان انا انجدك اه انت ضحيت بعمرك علشان خطري انا بس ده انه قاعد بقى كده اه وانتهى جاء بقى صورة البيت في الظلمة بتوحي يعني ان ايه مفيش سعادة جوه البيت وانتهت الحلقة الرابعة ويا رب نتقابل كده ان شاء الله في الحلقة اللي جاية بإذن الله لو عجبكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلوا اشتركوا في القناة